ما نقدرش نقول إنها ما كانتش أمسية ممتعة أكيد أكيد طبعا يعني بصراحة شكرا لكل كتيبة روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر أولمبي شكرا للعيبة اللي كانوا رجالة فعلا قدوا مباراة أكثر من رائعة على مدار مشوارهم بالبطولة نحن عايزين نبدأ نتكلم من دور المجموعات البداية ممكن ما كانتش يعني زي ما كنا بنتمنها قوي التعادل مع الدومنيكان ثم الفوز على أسباكستان بفوز وبأداء بشكل كويس ثم مباراة أكثر من رائعة والفوز على المنتخب الإسبادي منتخب اسمه لي كبير جدا على مستوى القارة الأوروبية ومباراة ملحامية مع برجوي وبتتخطى دور الربع النهائي بعد وقت إضافي وبعد الوصول لرقلات الترجيح وعن جدارة واستحقاك بتوصل للدور النصف النهائي ثم مباراة أمس احنا مش بس كنا بنقابل صاحب الأرض وفي وسط جمهوره أكثر من 50 ألف متفرج موجودين منتخب مميز جدا مدير فني عبقاري على الخط تيرين ري أسطورة من أساطير المنتخب الفرنسي مش بنقابل ده بس احنا كمان بنقابل الضغط والإجهات إلا على منتخب نحن احنا أساسا لعبنا مباراة برجوي بوقت إضافي وبوقت أطول من منتخب فرنسا اللي كان تخطى منتخب الأرجنتين في روبع النهائي يعني ما كانش مجهوده زي المجهود اللي احنا عملناه فكان عندنا أكثر من تحدي في مباراة أمس ورغم كل ده احنا قدمنا شوط أول أكثر من رائع في مباراة أمس صحيح كنا أكثر من ند وقفين في الملعب بشكل كويس جدا التمركز كان أكثر من رائع الكرة ما بتتفقدش بسهولة كنا احنا الطرف الأفضل في الشوط الأول بين الشوطين يعني نقدر نقول بقى تيرون ري يعني حط بقى التعليمات الفنية بتاعته هم تقريبا تفوقوا أول عشر دقيقة بس في الشوط الثاني وبرغم كل من ده برضو منتخب المصري قدر أنه يقف على رجله من تاني ويكون موجود آه هم ضيعوا أكثر من فرصة وحمز علاء تصدل أكثر من فرصة فيه كور جات في القائم وفي العرضة كل ده ما ننكروش بس انت بتقابل منتخب بطل بتقابل منتخب في وسط أرضه وفي وسط جمهوره مش منتخب هاي أبدا رغم كل ده اتقدمت بهدف لكن على مدار بقى سير المباراة وبيقدروا هم في النهاية يدركوا التعادل ثم بعدها المباراة تمتد لوقت إضافي ثم النقطة الفصلة في المباراة وعمريت اضطرد بتاعت عمر فايد أنا بصراحة دايما بنقول دايما نحن بناشد لعبتنا ما تفقدش انذارات أو ما تاخدش انذار متبرع انت بيه ببلاش ببلاش يا عمر يا فايد كان انذار الأول انذار لعطراد ما كانش ليه أي داعي الانذار الثاني طبعا كان لازم يمنع الهجمة فاضطر اللي هو يخرج هو حتى ما اضطردش والعيبة كان خلاص يعني كان أمر مفروغ منه كان اضطرد فعلا للأسف مستحق ولكن كانت نقطة مفصلية في المباراة في ديئة 92 لعبنا الشوتين اللي ضافيين بشكل كامل عن نقص عددي واعتقد ده كان هو النقطة الأساسية اللي خلت المباراة تخرج بتلاتة واحد